هذه هي منطقة حديقة الجيزة سابقا وهو الموقع الذي خصص له بعض العمائر التي ستكون مخصصة لسكان المناطق غير المخططة بمحافظة الجيزة اسكان اجتماعي ولكن هو بشكل جديد وبصورة جديدة وكما تعلم أن الدولة بتولي اهتماما كبيرا بمشروعات الاسكانة الاجتماعية في العديد من المشروعات في الصباح جاء إلى هنا رئيس مجلس الوزراء في جولة تفقدية صباحية كي يتفقد موقع المشروع الذي يتم تنفيذ 2500 وحدة سكانية في هذه الفترة وحصلنا على لقطات قمنا بتصويرها قبل قليل يعني لعلها أيضا تظهر معنا ولكن دعنا أن نتحدث بصورة تفصيلية في هذا اللقاء الخاص مع المهندس محمد الباز وهو استشاري هذا المشروع الذي سيحدثنا على العديد من التفاصيل في هذا المشروع بشماندس برحب بحضرتك بداية على أكستر نيوز أهلا وسهلا هل مباشرة نبدأ عن تفاصيل هذا المشروع شايفين ربما مثال لهذا يعني واحد من العمائر المتواجدة هنا عدد هذه الوحدات تقريبا بصورة إجمالية وكيف يعني حرستم أن تقدموا الصورة الأفضل مع الجودة الأفضل أيضا بداخل هذه الوحدات وصولا لإجابة السؤال حضرتك نعايز أضح لك أن المكان هنا مميز جدا احنا بنتكلم على مكان في تقاطع طريق الوحاة مع طريق الفيوم ده دفعنا أن نعمل حاجة مميزة عدد الوحدات هنا 2500 واحدة تقريبا منهم 90 محل تجاري 30 واحدة تجارية ده طبعا دفعنا المكان ده دفعنا أن نعمل وجهة بشكل جديد تبقى لتعلمات تهاية المبتعات المعلومية وسيد وزير الإسكان عملنا وجهة زي اللي باينة ورا حضرتك دي دي بنعمل وجهات زي طبع حديث أول مرة تحسب في الإسكان الاجتماعي كان السيد رئيس الوزراء النهاردة شرفنا وجه باعتماد الوجهة دي لباقي المشروعة لأن الإعمارة دي كانت عينة وبالتالي إن شاء الله احتمال يكون دا متعامل مع الإسكان الاجتماعي بعد كده لو كلمنا بشماندس بصورة عامة على المشروع يعني كم مرحلة تقريبا وإحنا لسه بنفس في المرحلة الأولى بجانب طبعا عدد كبير من مشاريع الإسكان الاجتماعي في عدد من المحافظات المسرية بالطبع المشروعة دا 104 مرة كمرحلة أولى طبعا شامل الخدمات من مياه وكهرابا وصرف صحي وخلاف متوقع إن شاء الله في مرحلة جديدة حوالي 68 مرة ومساحة حديقة الجيزة اللي بيتبين على المشروع دا 140 فدان متوقع يكون في مراحل أخرى إن شاء الله وفي مشاريع خدمية وتجارية هتكون في المنطقة لأهمية موقع المشروع نعم كل هذا بالتأكيد هو يدبع بمنطقة حضائق أكتوبر وبالتأكيد العمل مستمر في عدد كبير من المشروعات ربما كنا قبل أيام في مشروع اسكان اجتماعي آخر ولكن بمنطقة أخرى أيضا في حضائق أكتوبر إذا تحدثنا بصورة نعم عن استكمال الأعمال والمشاريع التي لا تتوقف ولكن مع اتخاذ إجراءات احترازية بالتأكيد لضمان سلامة العاملين في المشروع ما هي أبرز هذه الإجراءات اللي حضراتكم بتتبعوها وبالتأكيد نحن نتمنى حضراتكم السلام يمكن حضراتكم شرفتونا قبل كده في مشروع السابق الأسبوع اللي فات في مدينة حضائق أكتوبر يعتبر احنا دلوقتي في آخر حدود مدينة حضائق أكتوبر من ناحية القاهرة يعني احنا هولك مثال عشان أوضح لك الإجراءات الاحترازية المشروع ده بدأ من حوالي سبع شهور المفروض يخلص في شهر ستة الجهية عشرين وواحد وعشرين رغم ظروف الوباء الكورونا احنا لم نتوقف ولا يوم عملنا إجراءات احترازية واجهنا للشركات النهية تكشف على العمالة عملنا ريسك بلان للعمالة اللي هي ممكن يكون عندها الشكوك النهية مصابة وعندها أعراض في مجموعات بديلة بتجيلها لأهمية المشروع هنا في حدود أكتوبر لم تتوقف نهية طبعا بتوجيحات رئيس الجهاز وتوقيحات القيادات في الهايئة ونائب رئيس الهايئة نبيه علينا أن احنا ما نقفش ولا يوم فكنا بنعمل الإجراءات دي طبعا بخلاف الكمامات والتعقيم وخلافه بس طبعا هي أكبر مشكلة كانت بتواجهنا إن لو حد ظهر عليه إصابة أو كده فالحمد لله كان فيه وفرة في العمالة فعملنا مجموعات بديلة والحمد لله حد الوقتي من ساعة الوباء الحمد لله طبعا وإحنا منتمنى لحضراتكم كل التوفيق وبشكرك شكرا جزيلا بشمونتس على هذه المعلومات شكرا جزيلا إذن مشاهدين الكرام كما تبعت زميلي العزيز أحمد أبو زيد هذا هو الموقع الذي تفقده الدكتور مصطفى مدبولي في صباح هذا اليوم للوقوف على آخر ربما ألمسات الأخيرة للمشروع هنا في منطقة حدائق أكتوبر ليصبح اسكان بديل لأهلنا في المناطق غير المخططة في محافظة الجزاء